أستاذ محمد أنا ست اندبندنت وبشتغل خليكم معي بقى تاني أنا ست بشتغل واندبندنت وومن ومعي فلوسي وزمة مالية منفصلة وبيتي وعربيتي وبحب أصرف على ولادي وبحب أساعد جوزي إزاي ما بقى ست وحشة في الآخر إزاي تتقدري بعد كل الحاجات الأمر اللي انت بتعمليها دي حلو سر الخلط أولا خلينا نتفق إن الاختيار في الأصل عليه عامل كبير جدا يعني أنت دلوقتي بتكلميني في الوضع الحالي لكن إحنا بقى بس عاوزين نوجه رسالة للبنات اللي لسه مقبلات حلوة أوي أنا معك جدا على الأصل دور عشان أنا عاملة نفسي دلوقتي مع كل البنات اللي بيكلموني لايف كوتش آه أوكي آه بنصحهم بس أنا عايزة أسمع منه البني آدم الأول خلفية البني آدم لو حسينا إن إحنا من البني آدم الإنسان ده من الأول مش مقدر أو مش شبهنا بشكل ما آه إن حاول نبعد أنا مش مقدر يباني زي؟ إيه الاختبارات اللي أنا أعملها للرجل اللي أنا هرتبط بيه؟ خلالا سندولاتي هو أنا في مرحلة الخطوبة أو التعارف إيه الاختبارات بجد لإن إحنا بتدينا نتوه؟ يعني أعرف اللي هو اختلط الحابل بالنابل؟ هي مش فكرة اختبارات هي فكرة وضوح وضوح هيبان جدا في تعاملاته هيبان في تعاملاته مع أهله هيبان في تعاملاته مع أصدقاء وفي تعاملاته معي التعاملات هي أكتر لأن الكلام ما فيش أسهل منه أنا ممكن أقولك أعظم كلام في الدنيا لكن في النهاية لو أنا تعاملاتي مختلفة عن كلامي لو كلامي عكس أفعالي ده علامة خطر شديدة كدا لازم نتوقف عندها فهو أنت بتبصي لأي راجل تبتدي تشوف أن كلامه شبه أفعاله ولا لأ أن البني آدم ده بيقول اللي بيعمله وبيعمل اللي بيقوله ولا لأ واضح جدا الاتفاقات واضحة يعني أنا بالنسبة لي أن راجل مثلا يروح لستة يقول لها والله أنا ما عنديش المقدرة أن أنا أشيل الدنيا الوحدي فأنا عاوزك تساهمي معايا أفضل من راجل يدخل في العلاقة ويبقى قيل للستة برحتك وبعد ما يدخله وهي تبتدي تشيل فلوسها مثلا بتاعت الوظيفة يبتدي يتدايق منها ويحس جوها نفسيا أنها المفروض تساهم فكل ما كان الإنسان واضح في اتفاقاته وكل ما كان الدنيا مترتبة من الأول ده حيفرق جدا جدا آه هي دي نقطة مهمة قوي وأنا معاك جدا فيها أن لازم تصرفاتك تبقى زي كلامك بالزبط أنت قلتلي هاجة تقدم في شهر ستة يبقى هاجة تقدم في شهر ستة طبعا أنت قلتلي أنا إمكانياتي كذا يبقى طلع إمكانياتك كذا ما جيش أنا أدخل بقى ورمي بقى وفرش الفرشة الكبيرة وانا 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 وفي الآخرة ليل بنت ما بيقلش ما بيعملش تلتة ربع الكلام اللي بيقول بالزبط آه حتة بقى معلش أنت عارف يمام مختار لا طب خدي راحتك يعني حتة بس كده إيه عشان أنا عاملة إكس كبيرة على حتة إن الراجل يقولها أعرف الراجل من معاملته الأهل لا أنا أسف خالص أنا بطلت الكلام ده الراجل بيبقى بيعمل مامته كويس جدا وتحت رجليها ويشايلها ويشايل إخواته وكل حاجة وييجي عند مراته ويعمل نفسه مش موجود خالص يعني ممكن يصرف ويدي لمامته بس ما يديش لمراته فأنا أسفة جدا ما تقوليش أنا بشوف معاملته مع أهله إزاي حلوة دي